ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بغير وفيديو جديد بس قبل ما ابدأ الفيديو احجبكم الفيديو راجعا تعملوا لي لايك وشيري الفيديو وسبسكرايب للقناة وكمان تفعلوا زر الجرس توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هعملها ان شاء الله الفيديو النهاردة ريبيوه عن مكوة شعر اللي هي بالكهرابا من شركة براون انا تقريبا او اغلبية الحاجات الخاصة بمنتجات الشعر او للجسم بجيبها من شركة براون عشان حاجات تبقى اصلي والماني وحاجات تعيش وكده يعني مكوة الفرد للشعر دي الحلو اللي فيها ان هي فيها شقين اللي هي اولا هي اسمها الستين هير سيفن اللي هي السينسو كير بمعنى ايه سينسو كير ان هي لما بتشغليها بتدوسي على الزرار من هنا شوية بتفتح ان هنا في شاشة انا دلاتي اشغلها لكم وحوارها لكم الشاشة اللي هنا دي بتقدروا ان انتو تحكموا فيها اما ان المكوة تشتغل يعني بشكل اوتوماتيك لوحدها من غير ما انت تزبط لها درجة الحرارة او ان انت بتختاري الوضع المانوال وهي بقى ايه من الوضع المانوال بتختاري درجة الحرارة اللي انت عايزاها وعلى ازاشه بتسخن طيب بالنسبة بقى للأوتوماتيك النظام الأوتوماتيك فيها بيشتغل ازاي هقولك بيشتغل ازاي ده بيعتمد على اسئلة بيسألها بتتسألك هنا اول هم بيتسألك انت شعرك طول وقد ايه وبيبقى رسملك واحدة كده وجابلك علامات للشعر انت بتختاري طول المناسب او طول شعرك بعد كده بيسألك سؤال تاني بيجيب لك رسمة انت النوعية شعرك ايه ضعيفة خفيفة ولا ادخن سنة ولا سميكة برضه بتختاري على اساسه انت شعرك ايه بتختاري سمك شعرتك بعد كده هنا بيسألك اخر سؤال هل انت شعرك سبغا ولا لا لو انت سبغا بتقول له تمام ياس مش سبغا بتقولي نو وساعتها بقى هو بيزبط لك درجة الحرارة المناسبة على اساس الاسئلة اللي انت هو سألها لك وحاوريكو دلوقتي بشكل عاملي الكلام ده شكله عامل ازاي ده اللي هو عن طريق الوتوماتيك لوحة شغالية اوتوماتيك اما لوحة شغالية مانوال فانت في النهاية ما بين الاختيار ما بين الوتوماتيك او مانوال بتختاري مانوال اللي هو يدوي وبعد كده بتختاري درجة الحرارة المناسبة اللي انت عايزها وحاوريكو ده دلوقتي بشكل طبيعي يعني قدامك بسي انا دلوقتي اتكيت على الزرار ده اللي في النص حوالي يعني اربع ثواني خمس ثواني بسي هنا في نظام حلو لو انت مثلا انتو تلات اخوات مثلا او انت وممتك هنا في نظام حاجة اسمع البروفيل البروفيل ده ايه اللي انت يعني مثلا بتسميه مثلا بروفيل وان بروفيل تو ده معنى ان انت كل واحد من دول بيكون فيها الاسئلة لنا سألتها لك عن نوع الشعر وعن مسبوخ ولا لا او عن سمك الشعراية فبدلا ما انت كل مرة تضطري ان انت لما تيجي تكو شعرك تخشي ويسألك نفس الاسئلة لا خلاص هو انت تبقى مخزنة البيانات بتاعتك فاين كان بقى بتسمي البروفيل بتاعك ايه هو بيسمه لك ايه وبتخشي كل مرة تتكي عليه وهو بيزبط لك دركة الحرارة بتاعتك اللي انت عايزها طيب انا ده انواع مختلفة من البروفيل اللي انا مستخدمها فيه بروفيل وان بروفيل تو لما بتتكي على البروفيل ان انت عايزه آآ بيبتدي بقى يعمل العلامة دي لحد ما بتتملك كلها درجة الحرارة ويسخها لك طيب لو انا مش عايزة مثلا البروفيل اللي انا مستخدمي وعايزة مثلا اعمل بروفيل تاني من اول وجديد حافلها بقى ايه وارجع اراجه تاني هنا بقى طبعا لما هو بيسألك انت عايزت اعمليها ليلي مثلا او مش عارفة ده حيتفق او مش عارفة ايه وضع الهلال ده ايه بس يعني هو انا بدوس اول واحدة اللي هي اللي هي ان انا اقفلها اهي كولنج شود داو طيب قديني فتحتها هيدا الوقتي زي ما قلتلكو في الوضع الماني واللي تحت ده اهو لو انا عايز ان انا الاخطار بتبتدي انت بقى تختاري درجة الحرارة اللي انت عايزاها 200, 160, 150, 140 على حسب بقى درجة الحرارة اللي انت عايزاها بتبتدي تختاري هي موجودة لحد 200 تمام وبعد كده بتقومي دايسة عليها ضغطة عليها ضغطة عشان عشان خطر تشتغل خلص انا مش عايز اشغالها دلوقتي عايزة اطلع واوريكي بقى النظام الاوتوماتيك اللي موجود فيها بنزل اهو عند ال ادت بروفايل وببتدي اختار بقول مثلا هو بيقول لي ادت بروفايل بقوله مثلا ادت بروفايل ان انا عايزة امسح لان انا استخدمت كل البروفايل الموجودة تمام مسحتهم او مسحتهم كلهم عشان اعمل من تاني من اول وجديد طيب اهو بسي اهو بيديني بقى تعليمات ان انا لازم قبل ما استخدمها ابقى مستخدمها اللهم صلى الله عليه وسلم مسلا ان محمد السشوار الاول يبقى الشعر يكون نشف اهو اول حاجة بيجبلك اللي بيقول لي بالنسبة للطول طول شعرك ايه مسلا طول شعرك قصير كده او بتنزلي اطول كده او اطول كده على حسب طولك مسلا بتستخدمي مسلا احنا لو فرضنا مسلا ان انا هقول له ان انا شعري ما بين الطول ده والطول ده بقول له اوكي بيجيبلي بعد كده بالنسبة لسمك الشعراية هل هي شعراية ضعيفة او اسمك سنة او اسمك او سميكة جدا بختار حنفترض مسلا ان انا لو شعريتي مسلا هنقول ايه ضعيفة مسلا تمام بيسألك هل هو كالر ديني مسبوغ ولا مش مسبوغ على حسب لو انت سابغا تقولي مسلا نيس لو مش سابغا بتقولي انه هنقول مسلا نو تمام وهنا بقى بيسألك ان انت عايزة تحفظي البروفايل ده بكل الحاجات اللي هو سألهلك ولا لا بحيث ان انت لما تيجي مرة تانية عايزة تستخدميها ما تعوديش ان انت تدوري من اول وجديد ويسألك الاسئلة دي فبقول له او مثلا حسايف الكلام ده طيب ده هل هو ببروفايل واحد بقم دخلة وبقول continue بروفايل واحد بيبتدي بقى يسخلي المكوى على درجة الحرارة اللي المناسبة للشارب وناء على الاسئلة اللي هو سألها دي بتسيبيها من دقيقة لدقيقتين لحد ما بتسخن وبعد كده بتستخدميها عادي عايزة اقولكو في الدقيقة دي لانا شغلتها فيها سخنت جدا وبقت والله مولعة وبس ده كان ريفيو عنها للناس اللي هيا حابة تجيب حاجة زي كده انا كنت جايبها امتا انا جايبها بقالها عندي هي حوالي اربع سنين بقالها اربع سنين عندي او بستخدمها مش عشان اكون صريحة مش بستخدمها طبعا بشكل يومي او حتى بشكل اسبوعي بس بستخدمها باستمرار حلوة جدا اه وقت ما كنت جايبها انا كنت جايبها من هنا من السعودية وقت ما كنت جايبها كانت عليها عرض انها كانت لسه نزلكت بمية وسبعين ريال اكيد حاجة زي كده لانه هو طبعا طلع انواع جديدة مختلفة منها فممكن دلوقتي يكون سعرها ارخص بس حلوة جدا 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 وانصحكم انت تجوبوها و بس شكرا و باي باي